تقالك على معلول وهاني والسولاية موقفهم من التجديد هاني بنسبة كبيرة عشان وقتك يعني ووقت الناس هاني بنسبة كبيرة عشان بموضوع خلصان وممكن كان مخلص كل حاجة مع العالي كان وقف على أمور مالية كده وبنسبة كبيرة تضغطى 99% هاني مكمل معلول مختنع بجد معلول فرصه زادت بشكل كبير قوي وكان كلر شاف أنه يتم التجديد لي خاصة بعد إقاف صفقة فتوحة أو تجديده للزمالك فمعلول نقدر نقول برضو بنسبة كبيرة من الورد أنه هو يجدد لكن السولاية لسه الأمر ما تحسبش السولاية العب كبير إدارة الناد الأعلي شايفة أنه يكمل مع الفريق وموجود واحد من كبات الفرقة مع الشناوي فكلر لسه عنده يعني بعض التحافظات أو ما فتحش ملف السولاية في الوقت الحالي لكن الأقرب للتجديد هاني وعلي معلول عظيم جدا دلوقتي أنا بنسى بنسى الغرابات بتاعة الكهرابة احنا فين بقى فيها أبو علي برضو المحامي بتاعة الكهرباء شاطر بسرعة الراجل عارف أن الفيفا انت عارف من 27 الدنيا كلها و 26 الدنيا كلها بتقف في أوروبا فالراجل راح طلب أن يعمل جلسة و 25 فطبعا الجلسة وبتاعها وبعد كده خلاص أجازات فمعاك بقى النص يناير معاك الناس ترجع تاني ويبتدي يفكر في القصة فجلسة في نص يناير دي هيطلب فيها منحه مهلة للسداد لمدة سنة عشان يوفر الفلوس و عشان اللاعب و ظروفه و الفرق و العمل يعني الكلام كتير كده هم قدمه فهو بيلعب على طول مد الفتر ممكن حد يقول حاجة سريعا يقول لك ايه طب ما كل دي فوائد بتعد أنا أقول لك المبلغ بالكامل موجود في البنك و أنا أقول لك الكلام ده كريم من فترة باسم اللاعب و باسم النادي لأهل حساب مشترك و موجود و بيزيد مع الوقت فهم عندوش مشكلة خالص في أن المبلغ حتى يزيد الحل الوده كريم كهربا شغال على الحل الوده حصل تفاوض من فترة هو بيمد عشان كده مع النادي الزمالك عشان يحلوا الموضوع ودي كهربا كان عايز يدفع المبلغ بالدولار بس من غير الفوائد الزمالك رفض العرض ده محتمل أن أحد الوسطاء يتدخل و يحاول يقرب وجهة النظر أن كهربا يدفع المبلغ بالجنيه المصري انت كنت انفرطت بالخبر ده أنا شفته تحية لكم الفريد إعداد ده عرض محتمل أن يتم أحد الوسطاء يعرض على نادي الزمالك لكن نادي الزمالك الأقرب نرفض العرض ده الفلوس بالدولار في الدولار أنا بقى معي 30 ثانية و عايز أسألك سؤال و تجوابني بأه لا أشرف بنشاله ممكن أن يجيه على الزمالك ممكن بس حتى الآن مفيش مفاوضات والقصة ما فيهاش حاجة على أرض الواقع حتى الآن لكن ممكن عشان هو مطروح دائما على طاولة المفاوضات لعب كويس هل أنت لو ما سنوش هتجيبه طبيعي هتجيبه لكن في الآخر إحنا بنتكلم عن اللي موجود على الأرض الواقع هل حصل تفاوض معا ما حصلش تفاوض لسه ما حصلش أهل